مقا أعلن عن وصول آه أليو باجي أو علي باجي السنغالي مهاجب الأهل الجديد حتى بدأت بردو السوشيال ميديا والناس تتكلم وحد قفت وقال اللاعب داه جيه لنادي الداخلية مش عارف في توقيت كام من أربع سنين والكابتن على عبد العال المدير الفني مرضيش ياخده وطرده لما الناس تواصلت مع الكابتن على عبد العال قال في الفترة دي أنا كنت مدير فن الامبي مش للداخلية وما أعرفش حاجة عن حاجة زي كده لكن زي ما بقولت لكم حانف طارد خلينا لا عايزين بس نفكر بحاجة افتكروا كل لعب جه الانطباعات اللي كانت حوالين منه ومحاولة تكسير المجاديف كانت عاملة زي وبسرعة الناس اللي ما كانش عاجبها قال يو ديانج الدبابة الهفض فيندر القوي أول ما جه اتقال فيه كلام كتير جدا دلوقتي كل الناس بتقول إيه فأرجوكوا بالمنطق استنى وشوف يا سيدي افرد ان انت تعرض عليك لعيب من 4 سنين كان عنده 18 سنة وما عجبك شي انت حطت في دماغك موصفات ما ليتهاش في اللعيب ده وهم كل الناس بقولك حجم التطور اللي حصله هو كابتن محمد صلاح ما قيل ان الستاذ ما ندعب بس هو مش قيله قال الستاذ ما ندعب بس انه ينقصه كتير انه يلعب في الزمان مثلا هل كان يعني دي دي رؤية في لحظة في وقتها تصيب ما تصيبش دي مش بتاعتك مش بتاعتك كخبير الكلام ده لو كان جيل نادي الاهلي ممكن كان حنقول هو مين اللي شافه حنبتدي نخلع حدوتها لكن هو مجيش على الاهلي يبقى نزمته هو الكلام يعني هو دلوقتي راح رابد ما عجبش في الشرطة بس راح السويد وراح النمسا يعني احنا خوخدينه من النمسا مهما زكاة النمسا يعني قريبة من المانيا الكرة متشابهة والظروف متشابهة ايه مش مصنفة من الصف الاول لكن وما تزبر وتتفرج والسويد مصنفة من الصف الاول حتى ازبر وتفرج قيم على الملعب ولا وتعرف انت ممكن تجيب اي لعيب من اوروبا من اشهر الاسما وما وفقش عندك ايه المشيء الامثلة كتيرة قوي الامثلة كتيرة جدا فلكس نجح وجورج ارسر منجحش الكنج ارسر الظروف ما خدمتهوش لا اولا حاجة فلكس اللي جاي احنا لما راح نجيب فلكس كنا راح نجيب لعيب اسمه اوجستين اهينفل اللي راح بالجيكا وقتها الراح الماني اه 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 اوجستين اهينفل ده كان واخد هداف بطولة كأس العالم تحت 19 سنة فاحنا رايحين نجيبه ونزلنا من المطار انا كابتن طاري سليم واحنا في التاكس كابتن طاري بيقول للسواء بيقول له تعرف حد لعيب اسمه اوجستين اهينفل قال له اوو شهرته نكت عاملة زي الخطيب كده ده مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه ده هو النهارده في كوماسي ومعاه ناس من المانيا عشان ياخدوه بكرة يطلعوا بيه على كل في المانيا واخر مرة نسمع عن اوجستين اهينفل ده ما ظهرش تاني قعدنا اسبوع رجعنا بمين جبت لعب سوية بحمد فليكس اللي كسر الدنيا معانا صحيح انتقلات اللعيبة وحوادتهم فيها كلام كتير جدا اشتركوا في القناة